بسم الله الرحمن الرحيم رحمة فلا منسك لها وما يمزك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يغبقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا إذبه ليكونوا من أصحاب التعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه هسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حصرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسكناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النسور من كان يريد الحزة فلله الحزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يذكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من سراط ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من قنفة ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عب فرات فائد شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتتخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تثمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما تجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتبوا الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذبكم ويأتي بخلف جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا أتذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من الزماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الهبال زدد بيض وحور مختلف ألوانه وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرضون كتارة لم تبور ليوفيهم أدورا ويزيدهم من قضل إنه غفور شكور والذي أوهينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصده ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو القضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولهلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من قضله لا يمسنا فيها نصف ولا يمسنا فيها لغوب والذين كبروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مفتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم سركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا طلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شرك في الثماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا برورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمتكهما من أحد من بعده إنه كان أليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولون أهدا من إحدى الأمم فلما داءهم نذير ما دادهم إلا نفرا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من جاب ولكن يؤخرهم إلى أدل مسمى فإذا جاء أدلهم فإن الله كان بعباده بصيرا